بإلوت ركني وبالوصية ب Augie من ميل تحت الناعش بخفي مدمعي ومن ميل وحدي بكون حامل جوهرativ جوهرativ عالم لي ما عند أحد يساعده يبدأ تساعد بعضه ما بدنا بقى نعتمد عا الدولة بخصوص كل شيء يتعلق بالسيادة الغزائي ما بدنا نكون ما اعتمدين عا سياسات الاحتكار حدقلة قبل اللي باعقلوا لك أنا عندي فجل أنت شو عمدك؟ رفض؟ منبدل خيال مع اللين السقف السيادة، السيادة الغذائية يعني أنا نزل بتغدى بسحة النور مع العالم نتشارك الأكل حدا بيجي بيعطيك فنجان قهوة كعكة مساء حدا بيجيب لك قنينة عصير خلق نوع من سيستان تبادل بقلب الساحة كان كتير حلو يعني وكتير مفيد وبيجي مراد بيقول يعني طب هيت لا ننكش بسحة النور نعمل جنينة مساء وجينا بس عملنا أول ضربة وإيجت العالم كلها ما هيك هيك هات عنك صار في شي خمسة وعشرين واحد عم بيشتغلوا هن بالأرض زرعنا وقتها شو حبق خاص وصار إنه بدنا نعمل هايدي المبادرة اللي هي دعوة للزراعة المستدامة وزراعة البيئية هاك كانت دامنا الحبقات يعني شو يا أخي دا سميها الحركة قلتلو حبق خياله يعني أمرك بيت حبق خلاص فليف الفليف عم نزرع خضرة موسمية فول بصل زرعنا خاص زرعنا أرنبيط زرعنا بروكولي كزبرة زرعنا كمان العشاء اليوم خب بايزة الدواء وانتيبيوتيك إن المهم نركز على موضوع كيف نبني شبكة شعبية بتحمي المزارع بتحمي المستهلك وتحمي اللي عم بيشتغل حوالان هيدا القطاع بالنسبة للزور في عنا نحنا بنك بزور صندوق بزور بالالبنك احتياطي كتير منيح بزور مؤصل بزري بتطلع بزري نصير استقلين عن الشركات هيدا نحنا عم نخطي خطوة تجاه استعلالية الفلاح أطلقنا المبادرة الزراعية التضامنية بلشنا نشبك بعلاقات مع مزارعين ومجموعات عم تشتغل على موضوع زراعة بين البقاع والجنوب والشمال في مجموعة هلأ عم تشتغل بعكار على موضوع الحمضيات وبلشنا كمان نلتقي بمجموعات ببيروت حبة تزرع مساحات عامة أو أسطح حتى بالمخيمات الفلسطينية ومخيمات اللجوء السوري عندك تعليق؟ كله غلط لا؟ عندك تعليق لا؟ في فكرة البابعة كتير مبسوط من الشغل بس هو بسبح ببعدلنا بنتقد كتير أنا نقصكم خبرة عنيلي هيدا المشروع لأنه الحمد لله حسات فيه تكاتف من منطقة من طرابلس أنه فيه شباب بعد بعد فيه ناس بده تعطي موقف سياسي بالآخر يعني الواحد فيه يعمل زرعاته هو ويزرع ويأكل وبغض النظر عن شو فيه سياسات زراعية موجودة بالبلد وقت بيكونت عندك سياسة بيكون في عندك وعي بتدل تتحدى كل شيء بتدل تتحدى الجوع بتدل تطعمي حالك بحالك ونحنا هيدا هو هدفنا أساسا بتزراعة ما بتجي تطعمي خبز لأ بالطعمي خبز أشهر شيء لبنان بالأغرفود بالصمع الغذائية إنت إذا بدك تحكي بالسياسة بدك ترجع مثل ما قلنا للأشياء البيدائية يعني الأصل إذا عرفت تتعامل مع الأصل لح تقدر تصلح كل شيء بعدان والدولة ما بتحكي مع مزارع بتحكي مع واحد محتكل أراضي بتحكي مع أقطاعي طلعت البصل اللي زراعتها إنه كيفياني أول مرة أنا أول مرة بالكون بحضر شيء أنا يعني عبالي أعرف إذا طلع ولا بيكون حلمي إنه كل العالم كل العالم اللي مأي رمعة من هذا النظام تشتغل مع بعضها أولويةنا هو نطعم لحالنا حيصير عنا وقت نعمل غير شيء تنساقط هذا النظام هو الهدف واحد